السؤال رقم 99 في الدايرة الكهربية المبينة بالشكل عايز إذا كانت قراءة الفلتاميتر 4 فولت الفلتاميتر آري 4 فولت طب أنا شلت الفلتاميتر من الدايرة ليه؟ الفلتاميتر هو الجهاز اللي لو شلته من الدايرة مش هيأثر على تركبها وخصوصا الفلتاميتر المثال تمام فإنا شدت الطيار الكهربي المار خلال المقاومة 6 عايز الطيار اللي ماشي في الفرع ده بتسوي كامل طيب هبدأ منين حل السؤال؟ هبدأ من المقاومة الغنية يعني إيه المقاومة الغنية؟ يعني المقاومة اللي عندها معلومتين هذه المقاومة 2 وفرق الجهد بين طرفيها 4 معلوم الـ R ومعلوم الـ V أقدر أجيب منها الـ I والحسن الحظ أن الطيار اللي ماشي في المقاومة 2 هو الطيار الكلي يبقى أنا كده هجيب الـ I total بقسم الـ V اللي هي 4 على الـ 2 هتبقى 2 أمبير يبقى أنا عرفت قيمة الطيار الكلي طيب ما نقدر كده أجيب الـ V باتري إزاي؟ الـ V باتري بالساوي الـ I في المقاومة المكافأة للدير طيب الـ I بـ 2 الـ R المكافأة بكام؟ أنا عندي الـ 6 والـ 4 متوصلين على التوازي يبقى 6 فـ 4 على 6 زائد 4 وبعدين أجمحهم مع المقاومة 2 اللي جنبهم طيب مدياً هتبقى عبارة عن 2 و 4 من 10 زائد 2 حيبقى الناتج 4 و 4 من 10 قوم تمام؟ جب أنا هقول 2 في 4 و 4 من 10 هتطلع الـ V باتري 8 و 8 من 10 طيب ده هيفدني بإيه؟ هيفدني إنه إنا عندي كم منطقة في الدايرة دي منطقة مقاومات عندي المنطقة اللي فيها المقاومة 2 والمنطقة التوازي دي طيب ما هتتجزأ عليهم فروق الجهد اللي هي 8 و 8 من 10 دي خدت 4 يبقى دي تاخد كام؟ المنطقة دي تاخد كام؟ تاخد 4 و 8 من 10 فولت طيب مجموعة التوازي خدت 4 و 8 من 10 انت عارف التوصيل على التوازي بيبقى فرق الجهد المتساوي يعني هنا 4 و 8 من 10 وهنا 4 و 8 من 10 أنا يهمني هنا عايز أجيب طيار 6 الآي اللي ماشي في المقاومة 6 هتبقى فيه اللي هنا اللي هي 4 و 8 من 10 على الآر اللي هنا اللي هي 6 هيطلع معاك الناتج 8 من 10 أمبير يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف